اشتركوا في القناة 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 وصلت الامور عنده لقمة الطاقة السلبية يعني واحداث سلبية اتأذى كثير وطبعا سبب انه كانت الشمس موجودة في بيت متاعبكم الشهر هاد تبدأوا فترة افضل صحيا ونفسيا وبتزداد ثقتكم بانفسكم تستعيدوا عافيتكم بسرعة وبتصير نظرتكم للحياة متفائلة وايجابية بيدعمك الحظ بقوة لدرجة انك بتعود عن اي تأخير او تراجع او خسارة بتنحل كثير من المسائل المتعطلة والعالقة وخاصة على الصعيد المهني والعاطفي او الاجتماعي او الصحي وبتقدر تحلل الامور بوضوح اكثر رح تهتم بمظهرك الخارجي حتى الحياة العاطفية عندك بتبدو في حال افضل واكثر استقرار في كثير من الاخبار اللي رح تفرحك وفي اشخاص جدد رح يدخلوا حياتك وممكن انك انت تفكر في السفر او تخطط تخطيط مختلف تماما عن الفترة الماضية المهم هذا الشهر ممكن يكون بمثابة مفترق طرق او عتب جيد جديد من المستحسن التعامل معها بنضوج وموضوعية الاغلب فقريبا هاي التأثيرات بتيجي على اغلب البرج طبعا التحسنات هاي ما رح تيجي فجأة هيك انا اليوم حكيت التوقعات في نفس اليوم انت رح تحس بكل هاي الامور هذا الحكي بكون انا كذب هذا الحكي اللي انا حكيته اللي طول الشهر لغاية يوم تسعة عشر شهر وانت تحس فيه بمعنى اخر كل يوم عيد ميلاد شخص فيكو كل يوم هو بنتهي التعب اللي موجود عليه وبيبلش يحس بهاي التأثيرات الايجابية يعني موليد يوم تسعة عشر ثلاثة بحسوا في هاي الامور اول ناس وموليد تسعة عشر اربعة اخر ناس بحسوا في هاي الامور كل يوم بتصير لصالح واحد فيكو يعني بمعنى اخر بتصير تنحل الامور بشكل تصاعدي مش معنى هذا ان موليد تسعة عشر اربعة انهم رح يظلوا تعبنين طول الشهر لا هو بتصير الامور تخف تدريجيا عليهم لغاية ما تصلهم بعدين بتنتهي كلايتها فاللي بستفيدوا فيها من بداية الموليد لنهاية الموليد هسا الصفة العامة اللي رح تطرأ على جميع الموليد او خصوصا الاشخاص اللي عندهم رغبات خصوصا بالسفر والاتصالات هادول يعني الغالب رح يكون على موليد برج الحمل انه في عندهم سفر كثير عندهم اتصالات كثير ليش لانه هاي الصفة اللي رح تظهر عندهم خلال الفترة القادمة بس في اشخاص مثلا بيجي واحد بيقول لك انا بديش اسافر انا بشتغل في اشخاص بيجي بيقول لك انا ست مثلا اه ربت بيت انا طفل صغير ممكن يهتم في امور علاقة بالسفر يعني يطلع على معلومات عن دول او عن بلدان ويكتب بحوث عن هذا الموضوع والاتصالات ممكن انه يتصل تليفون او يشتري هاتف تليفون او جهاز كمبيوتر او يصير عنده حب لامور الاتصالات او يلعب جيم كلها هاي من امور الاتصالات في اشخاص ما بيصير عندهم هاي الامرين بيصير عندهم تعزيز العلاقة مع الاخوي والجيران بابنوا علاقات وهاي اغلبها بتصير عند النساء الاخوي والجيران لانه قاعدات في البيت فبتعرف ان عجاراتي جداد بيصير صدقات ما بينهم في بيصير مشاوير ما بينهم فبتتركز على الستات اكثر والاخوي اللي هم الاشخاص اللي بكونوا بمشاكل مع اخوانهم وبدهم يتصالحوا معهم في هذا الشهر فبيصير تقارب ما بينهم ممكن يلمع نجم احد الاخوي فيصير مقرب اليك اكثر في خلال هذا الشهر ولكن في تحذير بدي احذر عليه بدكو تمتنعوا كلكو يا مولد ورج الحمل من اي مواجهة او فرض السيطرة وخصوصا على الاصدقاء يعني ممكن تكتشفوا صديق او ممكن تسوق علاقة بينك وبين صديق فانت تعصب وصير بدك تفرض سيطرتك عليه فتنتهي العلاقة هاي ما بينك وبين هذا الصديق تنتهي قطع مش بدون رجعة ولكن لمدة طويلة لا تحاول انك تعمل مواجهات ولا تحاول تفرض سيطرتك على حد الان بعد 19 شهر بتصير الامور كلها اهتمام بالامور المالية مشاريع تحويش جمعيات اعمال اضافية اي شيء ممكن يفتح لك مجال لانه يصير عندك مال حتى لو انه جيبت جوزك واخدت منها 10 دنانير هاي انت هيك وصلت للمال يعني فرص المال مفتوحة على كل الاشياء وتختلف طبيعة حصولك للمال على حسب عملك وعلى حسب عمرك وعلى حسب حياتك الاجتماعي هيك الصفة العامة عن برج الحمل خلال هذا الشهر خلينا نشوف الخارطة الفلكية والبيوت ايش بتحكي وبتركز على ايش طبعا بالنسبة للبيت الاول ننلغي ليش هذا بيت الشخصية وبيت النفسية منعتبر احنا طول الشهر او الغالب على الشهر هاد فراغ فعشان هيك ما زال تأثير الشمس موجود انه في بيت متاعبك فتأثيره موجود عليك انه لسه بشعرك بنوع من انواع الضعف الامور معركسة حاس حالك نذايق مزاجك متقلب ما عندك نفس تعمل اشي حتى على نفسك ايام بسيطة بس هي اللي بتعطيك الحافز انه ممكن انت تعمل تغيير على نفسك ما نحطه على الجانب هذا البيت اما بالنسبة للبيت الثاني بيت المال فبنشوف انه عندك بداية الشهر او بداية ايام من الشهر بصير فيه فرص مالية حتى لو الشمس ما وصلتك فيه عندك بعض الفرص المالية اغلبها هاي بتيجي عادة من عمل اضافي وبتيجي من امور الها علاقة بالهبات او المساعدات عندك بداية الشهر وعندك بعد تسعة عشر الشهر فيه فرص تعطيك هدول النوعين من الامور يعني بتدعمك من الناحية المالية ما فيه ضاغط مالي كمطالبات الا شغلات نثري يعني في اليوم ايام معينة بس بصير فيها نوع من انواع المطالبات ما بقدر انا اعدلك هيها ولكن في التوقعات اليومية انا بذكرها اهم اشي انه هاي الاموال مش كميات اللي انت تقول والله بدي اصل لمرحلة الثراء فيها اي اموال ممكن تكون بسيطة ولكن ممكن تكثر المصاريف مقابلها البيت الثالث بيت الاتصالات والمواصلات والسفر والاهتمامات بامور الاتصالات والامتحانات والسفر هذا البيت الغالب رح يكون عليك طيلة الشهر يعني من البيوت اللي مؤثرة عليك بشكل مباشر تقريبا منقدر نحكي بداية نص الشهر يعني من اول الشهر لنص الشهر رح يكون مؤثر عليك تأثير قوي فعشان هيك اللي عنده امتحان او عنده تنقلات او عنده اتصالات او عنده مراسلات او عنده بحوث او عنده نقاشات بثبت حاله بقوة رهيبة جدا وبيقدر يقنع اي شخص بوجهة نظره عنده حضور لافت للنظر في هاي الفترة حتى لو كان مقابلة عمل رح يلفت النظر عندك شغلات كثيرة بتكون فيها زي المكوك بتتحرك بشكل كبير وسريع جدا وبتتنقل بقوة كبيرة البيت الرابع بيت البيت بيت اللي بتعلق في الوالدين الاخوة بتعلق في الابناء بتعلق في الزوجة داخل البيت في ممتلكاتك داخل البيت في المباني هذا البيت يعني منشوف انه عندك من تسعة الشهر لنهاية الشهر ضغط كامل على هذا البيت يعني بمعنى اخر ممكن يصير عندك مشاكل داخل البيت ممكن تحتد داخل البيت سوء تفاهم داخل البيت ممكن يصير في حدث سلبي داخل البيت فيلفت انتباهك بيتطلب حضورك بشكل دائم ممكن تكون انتي او مش ممكن هو انتي رح تكون طرف في هذا النزاع داخل البيت فعشان هيك بدك تمسك حالك قدر الامكان وما تحاول انك تعصب ما تحاول انك تفرض رأيك ما تحاول تتحكم في اهل البيت حاول انه الامور تمشي بسلاسة عشان تتجاوز الفترة السلبية اللي هي مدتها طويلة طول هالشهر من تسعة لنهاية الشهر حتى في منكو ممكن انه يجي اخلاء من بيته او يطلع من بيته او ممكن يضطر انه يهجر بيته يعني على حسب وضعك الاجتماعي بصير عندك الحدث ولكن انه في اهتمام عالي جدا سلبي على بيت البيت من تسعة الشهر لغاية نهاية الشهر البيت الخامس بيت العاطفي بيت العاطفي نفس الشي نفس بيت البيت يعني بيت العاطفي وبيت الحدوض بضغطك برضو من تسعة الشهر ولغاية تسعة وعشرين الشهر فخلينا نحيي لنهاية الشهر الضغط هذا بصير اما فصل علاقة عاطفية او انتهاء علاقة عاطفية او كشف خيانة الحبيب او سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب وبتحتد النقاشات لحد كبير لا يطاق يعني وخلافات قد تدخل ما بينك وبين الحبيب هاي نقاط اثنين ممكن يكون هذا الامر انتي بتشوفه سلبي ولكنه لمصلحتك بالمستقبل يعني ممكن علاقة انتي كنت معلق عليها امال بدك ترتبط فيها ولكن في النهاية اكتشفت هذا الامر فأذك هذا الموضوع ولكن في النهاية تكتشف انه هذا الامر لصالحك في هاي الفترة اللي هي هاي فترة السلبية لا تعلق امالك على الحضوض لان الحضوض تقريبا كلها بتبلش تلتغي يعني لا مغامرة لا مقامرة لا مراهنة بيتك السادس بيت العمل وبيت العاطفي بدعمك بشكل قوي تقريبا اغلب ايام الشهر هاد فعشان هيك في منكو رح يتوظف في منكو رح ينتقل من عمله في منكو رح يجي تكريم في عمله في منكو ممكن يترفع في عمله في منكو ممكن ينحط تحت تجربة في انجاز اعمال معينة اذا قدر ينجزها معناته الامور ايجابية ممكن يصير ترفيع من خلالها فعشان هيك هذا الشهر حاول تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك على اساس انه تقدر انك تستفيد من الايجابيات اللي ممكن تحصل عليها من وراء تأثيرات هذا البيت اما على المستوى الصحي كثير اشخاص كانوا عندهم مرض مثلا مرض عضال او مرض قديم بيعانوا منه او كانوا خايفين من نتائج فحصات معينة الشهر هذا يطمئن بالهم وتتحسن صحتهم بشكل لافت للانتباه ومنكو اشخاص ممكن يرتفع وزنهم خلال هذا الشهر فعشان هيك بتكون تهتموا في هاي النقاط بشكل دقيق اما بالنسبة للبيت السابع انا بقولك بيت الشراك المالي والعاطفية اغلب الشهر فارغ من الطاقات يعني رح يكون لا ايجابية ولا سلبية فعشان هيك بدك تتعامل مع هذا الشهر على طبيعتك على روتين حياتك كيف انت عايش يعني اذا انت حياتك بالشراك المالي والعاطفية يعني مع زوجتك او زوجك فيها مشاكل معناته برح يكون في مشاكل فيش مشاكل معناته فيش مشاكل فانا لما بقولك خالي من الامور فهي على طبيعة العلاقة اللي انت عايشها انت والطرف الاخر بتتعامل فيها اما اللي بينهم شركات مالية يعني عنده شركة وفي عنده شريك وهذا بتعاملوا برضو على حسب نوعية العلاقة اللي بينهم بالنسبة للبيت الثامن ما نفس الاشي يعني بشوفه انا خالي والبيت الثامن الو علاقة بالميراث الو علاقة بالاموال المنقولة الاموال التعويضات اموال الشراكة لبنوك معاملات بنكية قروض سداد اموال من بوليس التأمين من ضريبة مثلا كلها هاي الامور خلال هذا الشهر بتتعلق في هذا البيت منقول انه هذا الشهر برضو نفس الاشي رح يكون كثير ايامه فارغة لا حظ ولا نحوسات فيه فعشان هيك على طبيعة الحال انت رح تتعامل في هذا الموضوع بالنسبة للبيت التاسع واللي هو تقريبا برضو يعتبر من اكثر البيوت المؤثرة لو بيت السفر بيت الدراسة الجامعية بيت الامكحنات الجامعية بيت السفر البعيد بيت التنقلات البعيدة بيت العودي من بلد انت مسافر فيها ترجع على موطنك كل هاي اسمه هذا بيت التاسع حتى القضايا القضائية بتعتمد على البيت التاسع فعندك من بداية يعني نقول من ثمانية الشهر بتبلش الامور لنهاية الشهر ايجابية بتكمل الايجابية ككل بطاقة كاملة اللي هي من 11 الشهر فعشان هيك منلاقي من يوم 12 الشهر تحديدا بلاش 11 الشهر من 12 الشهر منلاقي قوة الحضوض صارت معك لنهاية الشهر فعشان هيك اللي بدو يسافر هاي فرص بتعطي فرص برضو للسفر جيدة للامتحنات جيدة لدراسة الجامعية جيدة لكل الامور اللي احنا ذكرناها بتدعمك الحضوض بقوة في هذا المكان البيت العاشر بيت السمعة منشوف انه برضو نفس الاشي رح يكون خالي ما فيه هالامور اللي ضاغطة عليك خلال هذا الشهر الا ايام نثرية ما فيه ايجابية الا ايام نثرية فعشان هيك مش شايف انا شيء له علاقة بالشركات الكبيرة او تنقلات من شركة لشركة او قبولات الا في ايام معينة ممكن يكون فيها نوع من انوع القبولات ولكن انه كميزة اقول لك روح قدم لشركة كبيرة رح تنقبل فيها بقول لك هذا الامر لا ولكن البيت السادس بدعمك مثلا لو كان ايجابي ولكن ما بدعمك في اذن اي شيء له علاقة بالعمل انا شايف الفرص ضعيفة يعني اللي عنده عمل يلتزم في عمله عشان ما يطلع من عمله وبعدين يوعد فترة طويلة وهو يدور على عمل فعشان هيك الفترة هاي لازم اللي بيشتغل يظل ماسك بشغله ممكن طالعك اذا بتسمع طالعك يكون طالعك بعزز امر العمل فاخذ بأمر الطالعك بيتك 11 بيت الاصدقاء وبيت العلاقات العامة برضو نفس الاشي الغالب عليه هو متقلب بين ايجابي ونحوسي ايجابي ونحوسي طول الشهر يعني بدعمك مع الاصدقاء خلافات مع الاصدقاء مشاكل حدي بتصير في ايام معينة بتطلع مشاكل نثرية فعشان هيك اللي حذرتك منه من تأثيرات الشمس بدك تدير بالك منه في خلال هذا الشهر لانه تقريبا بدنا نقول انه مش كل كل يوم في مشاكل ولكن الغالب عليه يعني في التوقعات اليومية ممكن تسمعها مني بشكل اوضح انه كل يوم بعطيك تنبيهات بشكل اوضح ولكن انه الغالب رح يكون في مشاكل مع الاصدقاء او خسارة علاقة عامة او خسارة صديق بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 تقريبا بما انه الامور بلشت الان تتحرك بالاتجاه السليم يعني ما ظل غير وجود المريخ اللي موجود في الدلو وبدو ينتقل للحوت فتأثيرات سلبية كاملة على بيت المتاعب انا شايف انه مافي ولكن بحذرك انا من يوم 23 الشهر لغاية نهاية الشهر ادك تدير بالك من بيت متاعبك يعني ممكن تمرض ممكن تتعب ممكن يجيك بعض الاعراض الجانبية ممكن تحس بسوء بالصحة او بصحة احد المقربين ممكن حد يتآمر عليك بالخفاء ممكن مشاكل في عملك يعني بيجيب اشياء بيت المتاعب مفاجئة على كل الامور اللي انا ذكرتها هيك ما نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر اسأل الله انه الشغلات الايجابية اللي انا حكيتها تصير معك لاشياء السلبية ما تصير معك وفي النهاية بقول والله اعلم يا رضا الله وارضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء